انطلقت قبل قليل في العاصمة السعودية رياض مبادرة مستقبل الاستثمار التي من المقرر أن يحضرها ألاف الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال إلى جانب كبار المصرفيين والمسؤولين التنفيذيين بالشركات العالمية ويشمل البرنامج جدول أعمال غني يتضمن أكثر من أربعين جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل إضافة إلى منتديات جانبية ينصب تركيزها على ثلاث ركائز أساسية هي الاستثمار في التحول والتقنية كمصدر للفرص وتطوير القدرات البشرية